أفاد سفيرو ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت تجاوز مخزون إيران من الماء الثقيل 130 طنا وقال أبادي إنه بعد أن أطلعت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت الماضي قام مفتشوع الوكالة بتفقد منشأة آراك للماء الثقيل في إطار التحقق من الصدقية حيث بلغ مخزون إيران من الماء الثقيل أكثر من 131 طنا وجاءت خطوة إيران هذه في سياق خطوتها الرابعة في خفض التزاماتها النووية